ومن واشنطن ينضم إلينا مراسل الغد عمر محمد عمر تقليديا المناظرات بين نائبي الرئيس أو المرشحين لنيابة الرئاسة عادة لا تلقى هذا القدر من الاهتمام لماذا برأيك هذه المرة هل هي الأجواء التي تعقد فيها خصوصا بعد ما أعلن عن إصابة ترامب كورونا ثم شفائه بشكل سريع أهلا ياسر بدءا موضوع تأجيل المناظرة القادمة من عدمه مناظرة الرئيس ترامب مع جوزيف بايدن وهذه الاحتمالية الكبيرة تضع أمام الجمهوريين وأمام بايدن وأمام ترامب وبينز أهمية كبيرة لهذه المناظرة خاصة أن ترامب حصد في عام 2016 الكثير من أصوات المتدينين المسيحيين وولاية يوتا تعتبر معقلا للمورمن من الأمريكيين المسيحيين وهي معقل للجمهوريين أيضا قرابة 62 فاصلة بعض الأجزاء من المئة هم جمهوريون وهنا يريد ترامب ويريد فانس بالتأكيد أن يوجهوا لعامة الجمهور الديمقراطي والجمهور المحافظ المتدين في الولايات المتحدة رسالة بأنهم ما زالوا أقوياء وهم ما زالوا في الحملة الانتخابية يطبحون للفوز خلافا ياسر لما تقوله استطلاعات الرأي وهذا ما عكسه الرئيس الأمريكي دونالد شرامب خلال تغريداته المتسارعة والمتتالية على تويتر هو يشن هجمات تجاه كل الديمقراطيين من الكونغرس إلى جوزف بايدن إلى كمالا حارس إلى نانسي فلسي وفي ذات الوقت يقول في نهاية التغريدة فوت يعني اذهب للتصويت نعم ترامب والجمهوريون يعولون على هذه المناظرة كما يعول الديمقراطي هل تعتقد أن الخط الذي سيسير عليه بينس في هذه المناظرة ونفس خط ترامب أم أنه له سياسة أخرى مختلفة جمهور ترامب وفينس لربما ينقسمان إلى طرفين هناك جمهور محافظ وهناك جمهور أكثر من محافظ دعني أذهب إلى موضوع الشعبوية في هذا الموضوع فكلاهما يجمعان هذين الطرفين ليصبا في مصلحة حملتهما الانتخابية لكن في ذات الوقت أود الإشارة هنا إلى أننا بانتظار مفاجأة أكتوبر ما عدا إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفيروس كورونا كانت مفاجأة كبيرة لكن هنا المرشحين دائما يسعون إلى إظهار مفاجأة على غرار لربما الكشف أو رفع السرية عن الملفات وما ستحويه الملفات فيما يتعلق بالتجسس الروسي وفيما يتعلق أيضا بالبريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون ترامب يريد أن يستخدم كل الأوراق المتاحة قبيل الثالث من نوفمبر حتى لو كانت أوراق لا يتقبلها أو لا تتقبلها القيم الأمريكية السياسية وحتى الاجتماعي أشكرك شكرا جزيلا مراسل غد عمر محمد من واشنطن